بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس العمرة ولكن أيها الأبطال تعودنا قبل أن نبدأ أي درس أن نستمع أولا إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام معرفة أحكام العمرة أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة مفهوم العمرة ثانيا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة حكم العمرة وفضلها ثالثا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة صفة العمرة والآن أيها الأبطال بعد أن تعرفنا على الأهداف دعونا ننتقل إلى درسنا وهنا أريد منكم الانتقال إلى صفحة 21 في الفقرة زاء وهذه الفقرة تقول يكون الحلق فقط لمن الحلق حلق شعر الرأس يكون للرجل أو يكون للرجل والمرأة ما هي العبارة الصحيحة يا أبطال العبارة الأولى أو العبارة الثانية أحسنتم الصحيح العبارة الأولى إذن الحلق يكون للرجل فقط الحلق يكون للرجل فقط نضع دائرة على العبارة الأولى عرفنا الآن أن الحلق يكون للرجل فقط ننتقل الآن يا أبطال إلى الفقرة حاء في صفحة 22 وتقول العبارة يكون التقصير فقط للرجل أو يكون للرجل والمرأة ما رأيكم يا أبطال؟ التقصير يكون للرجل فقط أو يكون للرجل والمرأة التقصير أن نأخذ من طول شعر الرأس بالمقص يكون أحسنتم يكون للرجل والمرأة يكون للرجل والمرأة إذن العبارة الثانية هي العبارة الصحيحة ونضع عليها دائرة الآن يا أبطال ننتقل إلى النشاط الثاني ونريد هنا أن نضع علامة الصح أسفل الإجابة الصحيحة تقول العبارة زيارة بيت الله الحرام بقصد الإحرام في غير وقت الحج تعتبر ماذا؟ تعتبر عمرأة أو تعتبر سياحة ما هي البطاقة الصحيحة؟ يا أبطال نريد أن نضع علامة الصح أسفل البطاقة الصحيحة نذهب إلى الكعبة إلى الحرم المكي بقصد الإحرام وفي غير وقت الحج ماذا نسمي هذا؟ أحسنتم نسميه عمرأ نسميه عمرأ إذن الصحيح هي البطاقة الرائع هي البطاقة الأولى هي البطاقة الأولى ونضع تحتها علامة الصح ونضع تحتها علامة الصح ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط الثالث وأريد منكم فتح الكتاب على صفحة ثلاث وعشرين وهنا نريد أن نصل بين العبارة وما يناسبها من الصور عندنا الآن هذه العبارة عند الإحرام للعمرة يجب على الرجل لبس ماذا؟ الرجل إذا أراد أن يعتمر يريد أن يذهب للعمرة ماذا يلبس؟ ماذا يلبس؟ هل يلبس الإزار والرداء؟ كما هو واضح في الصورة الأولى أو يلبس الثوب؟ ما رأيكم يا أبطال؟ إذا أردنا أن نعتمر نذهب ونطوف بالكعبة ونسعى بين الصفى والمروة ماذا نلبس؟ الإزار والرداء كما في الصورة الأولى أو نلبس الثوب كما في الصورة الثانية ما هو الصحيح؟ أحسنتم الصحيح أننا نلبس الإزار والرداء نلبس الإزار والرداء كما هو واضح في الصورة الأولى ونصل هذه العبارة بالصورة الأولى نصل هذه العبارة بالصورة الأولى فنقول عند الإحرام للعمرة يجب على الرجل لبس الإزار والرداء لبس الإزار والرداء ننتقل الآن يا أبطال إلى صفحة 24 للنشاط الرابع ونرسم دائرة حول العبارة الصحيحة العبارة الأولى تقول العمرة واجبة مرة كل عام أو العمرة واجبة مرة واحدة بالعمر ما هي العبارة الصحيحة؟ هل يجب علي أن أعتمر كل سنة يجب أن أذهب وأعتمر أو أنني أعتمر مرة واحدة وبهذا يكون قد أديت الواجب الذي علي ما رأيكم يا أبطال؟ هل يجب أن أذهب كل عام وأعتمر؟ الجواب لا لا يجب علي كل عام إنما يجب علي أن أعتمر في العمر مرة واحدة إذن العبارة الصحيحة هي البطاقة أحسنتم البطاقة الثانية إذن العمرة واجبة مرة واحدة بالعمر اعتمرت مرة واحدة بالعمر يكفي تريد أن تعتمر مرة أخرى هذا جائز لك لكن الواجب عليك أن تعتمر مرة واحدة وليس أن تعتمر كل عام كل سنة يجب أن تذهب وتعتمر هذا غير صحيح الآن يا أبطال دعونا ننتقل هنا إلى الوسيلة وأريد منكم أن تساعدوني في الوصول للحل هنا في البطاقة تقول العمرة واجبة مرة كل عام العمرة واجبة مرة كل عام نريد الآن أن نضع بجانب هذه العبارة علامة الصح أو الخطأ هل العبارة صحيحة أو العبارة خاطئة العمرة واجبة مرة كل عام يعني كل عام يجب أن أعتمر هل العبارة صحيحة أو خاطئة أحسنتم العبارة خاطئة العبارة خاطئة إذا نضع بجانبها علامة الخطأ نضع بجانبها علامة الخطأ لأن الصحيح أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر العمرة واجبة مرة واحدة في العمر أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم إذن يا أبطال بنهاية هذا النشاط نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وأشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة أبدعتم وأحسنتم وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أتمنى منكم الاستماع إلي والاطلاع على هذه التوصيات فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب والطالبة وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشكرا لكم أنتم أبنائي وبناتي على المشاركات الرائعة والجميلة نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته